روتين أوائل المملكة بالتوجيه بداية كل عام دراسي كثير من الطلاب بيكونوا محمسين لحتى يبدأوا السنة بطاقة عالية وطبعاً بيتفاجأوا بعد اختبارات الشهر الأول بأنه مستواهم ما كان زي الأداء المطلوب الآن راح أعطيكم عشر خطوات لحتى نعملهم ونكون بإذن الله من الطلاب المتفوقين ونقدر إنه نبدع بالتوجيه وقبل ما نحكي طلابنا عن الطلاب المتفوقين خلينا نتذكر أنا وإنتوا إنه في إلنا أهالي سواء بغزة بسوريا بلبنان بالسودان في إلنا كثير أهالي وكثير طلاب حرموا من دراستهم يعني إحنا الحمد لله موجودين على مقاعد الدراسة لكن في طلاب بغزة راحة السنة الدراسية كاملة في طلاب متفوقين لكن ما في مدارس اللي يدرسوا في طلاب يستشهدوا في طلاب أهليهم يستشهدوا في طلاب يعني ضاع حلمهم فخلينا يا شباب نظلنا متذكرينهم نتذكرهم بصلاتنا ندعي لهم نتذكرهم بطعامنا لما نأكل نتذكرهم بطعامنا لما نأكل نتذكر أنه في إلنا أهالي مش لاقين الأكل مش لاقين لقمة الخبز اللي يأكلوها خلينا نذكرهم أنه قبل ما ننام إحنا بننام ببيوتنا دافئين تحت المكيف لكن عندنا أهل بالخيم بالبرد بالعراء مكشفين خلينا دايما نظلنا متذكرينهم يا جماعة وندعي لهم وكل واحد راح يجي دوره بالنهاية يعني إحنا راح يجي لنا دورنا بإنه نأثر لكن كل واحد بيأثر من المكان اللي هو موجود فيه فأنا وظيفتي كأستاذ أو من واجبي أنا كأستاذ إني أوعيكم أنتوا طلابنا وأحكي لكم عن الشغلات اللي بتصير حولينا وإنتوا أكيد شايفينها وإنتوا أكيد عارفينها بدنا نظلنا نكثف بالدعاء يا جماعة الخير وما ننساهم وندعي ربنا أنه ينصرهم أول خطوة لا تفكر أنك استعملت كل قدراتك طبعا فيه كثير طلاب بعرفهم بدرسوا ساعة زمن بحلوا مسألتين ثلاثة رياضيات بدرسوا صفحة صفحتين من كتاب الإنجليزي وبيحكي لك أنا اليوم تعبت خلص بدي أرتاح وبيفكر حاله أنه يعني أنجزي كثير وهو ما بيكون أصلا استعمل خمسين بالمئة من قدرات اللي موجودة عنده في جماعة الخير بدنا نطول بالنا على دراستنا زي ما أنت بتقول تحضر مسلسل بالساعات وما بتزهق عادي حاول أنك تصير تدرس بالساعات وما تمل خلي عندك إنجاز مستمر ولا تيأس أستاذ الخطوة الثانية حاول أنك تصحب كير بتعرف أنك لو درست ساعتين قبل الساعة 9 الصبح كأنك درست خمس ساعات بفترة العصر لأنه ذهنك بيكون صافي وبتكون صاحي من النوم بنعنش ما في إشي معكر مزاجك فبتقدر بهذول الساعتين أنك تنجز شغلي كثير كثير لبعد إيش لبعد العصر ورسولنا الكريم عليه السلام حكى اللهم بارك لأمتي في بكورها ففترة الصبح فيها بركة بالوقت فلازم نستغل هذا الوقت وننجز فيه قد ما بنقدر فرتب نومك أستاذي إنك تنام بكير لحتى إنك تصحى بكير وتنجز ثلاث اختر أصدقائك بعناية الصاحب ساحب صاحبك إذا كان عاطل وما بدرس فأنت رح تتأثر بتصرفاته ورح تصير مع الوقت زيه أما إذا عندك صديق بدرس ومجتهد فهذا الصديق رح يشجعك وينصحك بدراستك ويشجعك إنك تستمر أنا بفضل الله ربنا بعث لي صديق كويس بفترة الدراسة كان ينصحني بدراستي كان يشوف أدائي مثلا ضعيف يشجعني أو ينصحني يحكي لي شو لازم أعمل ولما صارت علاماتي تتحسن سرت أفرجي النتائج وكان يعني صراحة ينضسط لي فحلو إنه يكون في حياتك شخص زي هيك صديق يشجعك يتابع معك وكمان يحفزك إنك تدرس فدوره على الصديق الصحيح وابعده يا أستاذي عن أي شخص بيحكي لك لا أنا ما بدرس أنا والله قاعد ما بعمل إشي لا هذا بيكون يا أستاذي كلامه مش صح بتلاقيه وبنحة نحت وبدرس وإنت ولا على بالك ورح تتفاجأ يوم النتائج إنه معدله بالعالي وإنت يا مسكين لإنك رسمعت كلامه رح تلاقي معدلك بالأرض فلا ترد عليهم وخليك وراء الصاحب الصادق أربعة استغل وقت المواصلات أغلبنا بيقضي نص ساعة أو لساعة بليوم بوقت المواصلات فهذا الوقت الأغلب كيف بيقضيه؟ بيقضيه لعب على التليفونات بيقضيه حات سماعات وبتطلع من الشباك وبسمع بأغاني طبعا الله يهديهم يا جماعة اللي بسمع أغاني لأن هذه الأغاني هي باب تفتح لك باب من بواب الشيطان بتخلي الشيطان يفوت على عقلك فبدل ما أنت تسمع الأغاني هيحاول أنك تسمع قرآن أفيد لك وكمان يا جماعة استغلوا هذا الوقت اللي بضيع بما أنه ضايع وضايع فخلاص استغلوا بالدراسة سير جيب معك مثلا ملخص مادة التاريخ ملخص مادة الدين وأنت بالطريقة بتتسلى بتحضرها مثلا مع الوقت بتلاقي حالك اللي أنت حفظتها زي اسمك بس خلي معك ملخص أو مادة هيك سهلة بحيث أنك تقرأها بوقت المواصلات خطوة الخامسة ابتعد عن الارتباط العاطفي لا تفوت يا أستاذي بأي علاقة حب سواء بالتوجيه أو بالجامعة لأنه والله ما رح ترتاح ورح يضل بالك مجغول بالبنت اللي أنت بتحكي معها شو عملت هسا مع مين قاعدة شو بتسوي أو أنت رح يضل بالك مجغول بالشاب اللي أنت بتحكي معه فلا تصيري تحكي أنه هو بس صاحب وبساعدني بالدراسة لا عندك كثير صديقات ممكن أنهم يفيدوك بموضوع الدراسة وإنت كمان كشب عندك كثير أصدقاء شباب ممكن أنهم يساعدوك في موضوع الدراسة كثير طلاب شفتهم فاتوا بعلاقات محرمة بفترة الدراسة وتعبت نفسيتهم وعادت بشكل سلبي على دراستهم وعلى صحتهم ورسبوا بالدراسة اللي هم كانوا يدرسوها لأنهم كانوا غير مستقرين نفسيا فاللي بكون غير مستقر نفسيا ما رح يكون مستقر عقليا وما رح يقدر أنه ينجز أو يبدع وستقول يا جماعة الخير أي علاقة بدايتها لا ترضي الله نهايتها ما رح ترضيك أبدا ولا تفكروا إذا أنتوا حكيتوا 24 ساعة في اليوم معناته أنتوا خلاص مخلوقين لبعض لا ممكن أنها تكون من نصيبك وممكن أنها ما تكون من نصيبك وعلى الأغلب أنها ما رس تكون من نصيبك فتوكلوا على الله ولا تفوتوا من هذا الباب الخطوة السادسة أدرس من خلال الكتابة كثير طلاب يقول أستاذ أنا ما بكون فاهم الرياضيات أو ما بكون فهم كثير الإنجليزي ولما أحكي لي يا أستاذ فرجيني دفترك الرياضيات اللي بتكتب عليه أو دفتر الإنجليزي وفرجيني إياه بنصدم إنه فيه عليه بس كم صفحة بنعده على أصابع الإيد الوحدة دائماً كتابة المعلومة سواء مرة أو مرتين أو ثلاثة بتخليك شاطر ومتمكن منها كثير فلا تستهينوا بالكتابة سواء كانت المادة سهلة ولا صعبة لا الكتابة رح تكثير تفيدكم يا جماعة ورح تخليكم تحسوا حالكم أشطر بكثير ورح تساعدكم بأنكم تصيروا شاطرين تعملوا ملخصات يعني بتصير مثل تمسك الورقة تعمل لحالك ملخص والله هاي الفكرة وهاي الفكرة بيطلع منهم أفكار فبتصير شاطر أنك تعملوا ملخصات فاستمر يا أستاذي بالكتابة ولا تستهين بأي مادة سواء كانت سهلة ولا صعبة اكتبها كمان الكتابة بتخليك تشعر أنك أنت مش حاس بالوقت يعني عادي ممكن تدرس ساعة ساعتين تقعد تكتب وانت عادي مش حاسس بالوقت لأنك قاعد بتبضل مجهود يعني مجهود خفيف وجميل بنفس الوقت بينك تكتب فداوموا على الكتابة يا أستاذي الخطوة السابعة حاول أنك لا تغيب عن الدروس لأن أغلب المعلومات المهمة اللي بتيجي بالاختبارات بيحكوها المعلمين بنص الحصة أو بنهاية الحصة لما يعملوا مراجعة فإنت لا تظلك تقلب أو ما تكون مركز وهو بشرح الأستاذ لا كون مركز وأعطي كل تركيزك بالحصة لحتى الأستاذ ينتهي من الشرح بعدها قوم انطلق راجع وادرس اللي تعلمته رقم ثمانية انبسط بالرحلة الحياة كلية عبارة عن رحلة ادرس فيها انبسط فيها استمتع فيها أعطي كل شيء حقه يا أستاذ الله ربنا تعالى يقول الله لا يكلف نفسا إلا وسعها يعني أعطي كل شيء حقه ادرس دراستك انجز شغلك ستقول يا جماعة الخير رح يمر عليك وقت بس تخلص هذه المرحلة رح تصير تتذكر تحكي إياه والله كانت أحلى أيام أيام الدراسة كانت أحلى أيام أيام التوجيه أيام الجامعة فانبسط فيها يا أستاذ اعمل لحالك جو خاص فيك بالدراسة وانبسط فيه والله يوفيكم رقم 9 جنة بالتراكم أخذت درس راجعه فورا أخذت واجب حلو بنفس اليوم لا تظل تطنش بالمواد لأن هذه المادة كلما تطنشتها رح تصير تكبر وتكبر وتكبر وتتراكم عليك ولما تيجي بدك تراجحها رح تبطل عارف من وين تبدأ رح تبطل عارف كيف بدك تلملم المنهج لهيك أستاذي إذا عندك مشكلة بمادة معينة لا تسمح لها أنها تتراكم عليك لأنه أنت بتفكر حالك أنه أنت معك وقت تتراجحها لكن بالواقع أنت ما معك وقت فلا أخذت الدرس راجعه بنفس اليوم لا تسمح لأي مادة أنها تتراكم عليك لأنه مجرد مراكمتها رح تلاقي الصعوبة شديدة بأنك تلمها فيا أستاذ أدرس أول بأول وإنجز والله تضيع وقتك هون وهون خلي وقتك دائما بدراستك وأعطيها الأولوية قطوة عشرة اتعلم تحكي لنفسك لا خلينا نعتبر أنك أنت قررت أنك تدرس الساعة ثلاث العصر فأول مصارة الساعة ثلاث رح تصير تحكي طب ليش ما أجلها شوي؟ خلينا ألعب شوي على التليفون خلينا أروح أكل شوي خلينا والله أروح مثلا ألعب كرة شوي خلينا والله أروح مثلا على عمتي زمان ما حكيت معها رح تصير تطلع حجاج وتضيع بوقتك بس إنك ما تروح تدرس ورح تظلك تسوف يا أستاذ لهيك يا أستاذ لا تسمع لهذه الأفكار بإنها تفوت براسك مجرد ما يجت هاي الأفكار تعلم يحكي لها لا خلص لا للنوم لا للعب خلص دراستك وإنجز بعدها فكر وإعمل اللي أنت بالذكية دقني يا أستاذ إذا عملت هاي الخطوات والتزمت عليها رح تقدر إنك تتفوق وتجيب علامة عالية ورح تقدر إنك تكون مع الأبطال فإذا وصلتوا بالمقطع لهون لا تنسوا أن تكونوا مشتركين بالقناة وتحطوا لايك على هذا الفيديو وتتركوا لنا تعليق جميل زيك يا جميل وبنشوفكم بالمقاطع الجاي والله يعطيكم الفعافية